السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الكرام أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتم مننا ويلقاكم بصحة وعافية وأحوال تامة وفي طبيعة الحال مع آخر الأخبار وآخر المستجدات وقبل ما نبدأ والإخوان غد نقول الحمد لله على شفاء ملكنا الحبيب ملكنا بصحة جيدة أطل الله في عمره والله يخليه لنا والله يحفظه لنا ولا عزاء للحاقدين اليوم الإخوان غد نتكلموا ديميستورة المبعوث الأممي في المغرب شنو وقحوا على الجا هاتشي الإخوان ليرعب الكابرانات هاتشي اللي خليهم باتوا البرح بلانعاس واليوم كذلك ديميستورة ديجي للرباط ثم العيون ثم الدخل وغد يرجع للرباط من الرباط غديمشي بحاله وفي هذا الفيديو الإخوان غد نشوفوا التفاصيل لجا ديميستورة للمملكة المغربية ولكن الإخوان خاصكم تكملوا الفيديو لأن اليوم فيديو مهم جدا لا تنسوش إخواني أخواتي أنه هكم دعمونا باللايكات ديلكم دعمونا بالبارتاج كذلك الاشتراك وهذا فضلا منكم وليس أمرا أما المتتبعين الأوفياء فكنشكركم بزاف لتعليق ديلكم كنشكركم بزاف الكلام ديلكم الطيب لكي خليلنا واحد البصمة رقيع لقناتكم المتواضعة على ميسكا ودائما نحن مستمرين في القضية المقدسة عند الشعب المغربي العظيم اللي هي قضية الصحراء المغربية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه والعزاء للحاقيدين على بركة الله سندخلوا الصور بالموضوع ونبدأوا الإخوان بالدولة اللي هيق دولة الحاقودة الدولة الجارة هالناس الإخوان أو هالدولة سيكون لديهم واحدة العقدة كبيرة مع المغرب والصراحة هاد الألعاب البحر الأبيض المتوسط أو هاد الألعاب المتوسطية بينت أكتر وأكتر الحقدة ديالهم هنا لقوا الشباب تبارك الله عليهم وعرين فين مرضهم يجيبوا رسهم وشنو غدي يديروا شنو غدي يدير هاد النظام شنو غدي يدير هاد الجمهور غدي يعطوها غير السب والشتم والقدف نهيك على الطريقة والتعامل اللي تاملوا مع هاد الشباب لأقل من 18 السنة حتى اللعب ديالهم الإخوان حتى اللعاب ديالهم أو الرياضيين ديالهم كيلعبوا بواحد طريقة همجية بحال ما شي مدرب اللي يدربهم وإنما شنقرحة هو اللي يدربهم هنا الإخوان شنو داروا في هاد الألعاب يعني أحنا ب أن الاخراطة كما مسحوا اسبانيا مانعوا الصحفة مغربية أنهم يدخلوا يسمعوا يا الإخوان حتى النشيد الوطني كيفاش مسحوا يعني النشيد الوطني كملاوه ووصلوا حتى الله الوطن المالي يعني وصلوا للاه وما يوقفوا النشيد الوطني هنا يا الإخوان راش تعرفوا بلي هاد النظام را عندو مشكل غير مع النظام ا يعني اللي Terry كيما يقولو وإنما عندهم مشكل حتى مع الواطني حتى مع المغربة Gueتús لا تنسوا انهم بدلوا حتى الاسم ديال المغرب رجعوا الاخوان المغرب اسمي توفاس يعني حشو موعيب وعار شنو هاد المستوى الردي جدا ليوصلوا لهاد الناس كيخرجوا الحقد ديالهم فاحت الشباب ليجيين يلعبوه نخليكم الاخوان بعد تسمعوا النشيد الوطني فين قطعوه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن بعد جاءت صفيق ديال الجمهور ولكن تبارك الله على المغربة ديالنا تبارك الله على الرياضيين ديالنا منين شافوا بالاقتطعو يعني النشيد الوطني المغربي لعاب المغاربة تبارك الله عليهم الاخوان جاوبوا الجزائر بقوة للمحاولة ديالها قطع النشيد الوطني نخليكم الاخوان مع الاوديو كيفاش تفعلوا اللحابة مع النشيد الوطني موسيقى تحية كبيرة الاخوان لهاد الأبطال المغاربة وعاش الشحب المغربي برافو على الأبطال المغاربة والله يستهلوا الاخوان كلهم أوسماء ملكية وده باخواني اخواتي قد يتقلوا لديمستورة في المغرب شنو واقع؟ اليوم كان الزيارة ديالديمستورة ما استئناه في الجزائر الجنوبية هنا اخواني اخواتي ديمستورة قد يجي للريباط من الريباط قد يمشي العيون من العيون للدخلة ثم قد يعود للريباط ومن ثم قد يرجع بحاله هنا اخواني اخواتي السؤال علاج ديمستورة يتمنى الدور والمجهودات المغربية ويقول لهم بمجلس الأمن والأمم المتحدة تشكركم على التعاون والحل الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية مجلس الأمن والأمم المتحدة سجلوا نقاط سوداء على البلطجية خصوصا في مجلس الأمن والأسلوب الديبلوماسي الذي كان يرض به السفير الجزائري على عمر هلال كان يتكلم مع أي دولة تدعم المغربين كما كان يجاوبها وحد الأسلوب وحد المستوى الرادي ويقول لهم بلدوك العانيدين لم يكن لديهم ديبلوماسية ومعنهم لسياسة وفيما يخص الدواء المستدرة يعني هادوك ما بغينش دواء المستدرة ودائما كيتهربوا دائما كيقولوا إحنا غير طرف إحنا غير كنتفرجوا وإحنا ماشي مسؤولين ورفضين أنهم يكونوا يعني طرف رئيسي ومسمومين أنهم يعني طرف محايد دي مستورة بغي ناقش يعني السلوك دي الكابرانات خصوصا أنا مؤخرا للإخوان منهار 18 مارس منهار طرفات إسبانيا بمغربية الصحراء الكابرانات الأغبية الكابرانات الحماق بين العالم يعني أنهم هما النزاع هما مشي طرف ولكن هما اللي دايرين هاد النزاع هما اللي فتعلوا هاد النزاع لأن الإخوان غير نهار 18 مارس اعترفات يعني إسبانيا بمغربية الصحراء نهار 19 سحبوا السافير ديالهم لحد الآن راح في الجزائر قطعوا جميع المبادلة التجارية قطعوا المعاهدة دي الصداقة البنكية والمالية كل شي واقف هنا بكل غباء وكل كالاخد الكابرانات فضحوا رأسهم وبينوا العالم باللي المغرب دائما كان صادق معهم صادق في القرارات دياله صادق في الأفعال والأقوال دياله وره العاداء ديالهم في مصلحة المغرب لأن انت عندك عاداء مع واحد الدولة ما دلت لك حتى شي حاجة واحد الدولة ما بينكوا بينا حتى شي حاجة خاصة الدولة تجي للواقع تقول لنا شنو باغين يعني علاش ما بغوش يخرجوا للوضوح علاش ما بغوش يقسوا في موائد يعني المستديرة علاش كيستغلوا واحد العقول ضعيفة باش يوصلوا لهدف ديالهم هما الإخوان يعني بيكون اللي صارحة بيكون اللي صارحة هاد الكابرانات كي حلموا بالمحيط الأطلسي الحمد لله من طنجة اللي قويرة وهاد شي علاش الكابرانات او هاد الدولة اللي هك بغين يحمقوا هما ما عارفينش بلي هاد شي كامل اللي راه واقع بلي الأمم المتحدة من مجلس الأمن كل شي كيتشجل عليهم يعني أي حاجة دروها هاد الأسلوب ديالهم الردي هاد استفزازات ديالهم حتى هاد الألعاب البحر الأبيض المتوصل والاستفزازات اللي دروه المغربة اللي تماء وصحفة اللي مغلوها الشدغول والخريطة اللي يمسحوا المجل الجوي اللي يغلقوا كل شاتش الإخوان كيتشجل ضدهم ولكن جاءت ساعة الحسم يعني الميل في ديال الصحراء المغربية راه التغلق الكابرانات يعني بقاو ميتين في الحقدة ديالهم والعقدة ديالهم المغربية وصحراء راه مغربية الصحراء وفي مغربية والمغرب في صحراء ايه ولا عزاء للحاقيدين وعاش المغرب لا عاشا من خانه ولا غالبة إلا الله أكيد أكيد الإخوان بلي الكابرانات راه هم يعني هدي يومين من نهار الخبر تحت بلي ديال الصورة في المغرب ما نعسوا ما شفوا نعاس نعم الإخوان هذا هو الموضوع ديالنا كنتمنى أنكم تدعمونا باللايكات ديالكم تدعمونا بالبرتاج والاشتراك وهذا فضلا منكم وليس أمرا تحية لكم كبيرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر